الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاةً وسلامًا دائمًا متلازمين إلى يوم الدين أما بعد ففي حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله بين لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن صنف من هؤلاء السبع فقال ورجلان تحابا في الله اجتما عليه وافترقا عليه رجلان لم تجمع بينهما دنيا لم تكن الدنيا هي التي تجمعهم تحابا في الله كان الحب في الله والقرب في الله هو الذي يجمعهم اجتما عليه اجتما على محبة الله تبارك وتعالى وافترقا عليه أي افترقا على محبة الله عز وجل فكان هؤلاء الرجلان في السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله كما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحن اليوم في عصر الناس فيه قد مالوا إلا من عنده مالوا ومن لا عنده مالوا فعنه الناس قد مالوا الناس يميلون لمن عنده مال ومن ليس عنده مال يميل الناس عنه ينصرف الناس عنه فالدنيا هي التي تجمع الخلق اليوم وأما محبة الله تبارك وتعالى الحب في الله والبغض في الله يعطي من أجل الله ويمنع من أجل الله يحب من أجل ربه ويبغض من أجل ربه فهذا أنظر شيء تجده في حياتنا اليومية إلا من رحم ربك تبارك وتعالى الدنيا هي التي تجمع الخلق والدنيا هي التي تفرق الخلق فكلما كان المرء ذا منصب وسلطان كلما كان الناس يلتفون حوله يحبونه ويجلونه ويقدسونه يحترمونه فإذا ما ذهب المنصب وإذا ما ذهب السلطان زالت المحبة مع المنصب ومع السلطان لأن المحبة لم تكن لله وإنما كان الحب من أجل المنصب ومن أجل السلطان من كان عنده مال مال إليه الناس فإن ذهب المال مال عنه الناس لأن الحب لم يكن لشخصه لأن الحب لم يكن لله تبارك وتعالى وإنما كان الحب من أجل الدنيا كان الحب من أجل المال وهذا حال كثير من الخلق اليوم إلا من رحم ربك تبارك وتعالى الحب في الله أمر ذلنا عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأمرنا به ديننا العظيم وهو أمر في غاية الخطورة لأمن المر إذا لم تكن محبته خالصة لله وفي الله ففي إيمانه شك إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما بيّن لنا ثمرات محبة والحب في الله تبارك وتعالى فمنها أن المرأة لن يجد حلاوة الإيمان في قلبه لن يجد للإيمان طع ولا حلاوة يجدها ولذة يجدها في قلبه إلا إذا كان حبه لأخيه محبة لله وفي الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يحب المرء لا يحبه إلا لله أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يعني أنا لا أقدم على محبة ربي ولا على محبة نبيه أحد صلى الله عليه وسلم وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يقره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يقره أن يقذف في النار النبي المختار صلى الله عليه وسلم يبين أنه لا إيمان لك ولن تذوق للإيمان طعما ولن تجد للإيمان حلاوة في قلبك إلا إذا كانت محبتك لأخيك من أجل الله تبارك وتعالى أن يحب المر لا يحبه إلا لله إذن هو يعطي لله ويمنع لله يحب لله يبغض لله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يحبك الله إلا إذا كانت محبتك لله وهذا من ثمرات الحب في الله لن يحبك الله إلا إذا كانت محبتك لله كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخا زار أخاه في الله فأرصد الله له على مدرجته ملكا أوقف الله له في طريقه ملكا فاستوقف إلى آي قال إلى القرية الفلانية أزور فيها أخي قال هل لك بينك وبينه دنيا تربه أنت تريد منه مصلحة هل ذهبت إليه من أجل المال قال لا غير أني أحببته في الله إذن الرجل يريد يذهب يسير من أجل أن يزور أخاه في قرية مجاورة في الله ليس هناك دنيا جامعة بينه وبين من ذهب إليه وإنما هي محبة في الله فاعترضه الملك الملك استوقفه في الطريق أين تريد قال إلى أخي كذا قال ولم هل بينك وبينه دنيا جامعة تجمعت به هل هناك مصلحة مشتركة بينك وبينه فأنت تزوره من أجل هذه المصلحة قال لا غير أني أحببته في الله فقال الملك لهذا الرجل فإني رسول الله إليك أفصح له عن هويته فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك أن الله قد أحبك لحبك إياه الله تبارك وتعالى أحبك بسبب حب لأخيك هذا وأنت لا تحبه إلا من أجل الله فكانت ثمرة الحب في الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى يحبك ومن ثمرات الحب في الله أيضا أن الله تبارك وتعالى يجمع المتحابين فيه في ظله يوم لا ظل إلا ظله يقول الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ينادي الله يوم القيامة أين المتحابون في جلالي؟ أين المتحابون في جلالي؟ أين المتحابون في؟ الله تبارك وتعالى لك أن تتخيل هذا الموقع الناس يوم القيامة في عرصات القيامة وقدّنت الشمس من الرؤوس الشمس قدّنت من الرؤوس والناس يريدون أن يفصل الله تبارك وتعالى بين الخلائق حتى ولو كان نصيرهم إلى النار إذن فهم في هول كبير والعرق قد صار في الأرض على قدر الأعمال كما أخبر النبي الهمام صلى الله عليه وسلم ومن بين وهؤلاء في الفزع الناس في الفزع قد ضغطهم والذحام ضغطة وأسّر فيهم تأسيرا وذهب العرق في الأرض على قدر الأعمال ودنت الشمس من الرؤوس والله تبارك وتعالى يتفاجأ الخلق أن الله ينادي بعضا من خلقه أين المتحبّون في جلالي أين المتحبّون فيه فيقولون لبيك وسعدك يقول الله اليوم اليوم وظلهم في ظلّي يوم لا ظلّ إلا ظلّ يختارهم الله تبارك وتعالى في عرصات القيامة في عرصات القيامة من بين خلقه أنتم مستثنون من هؤلاء الخلق أنتم لا شمس تنالكم لا ضغطة زحام تضغطكم أنتم في أمن وفي أمان أنتم في ظلّ في ظلّ عرش الرحمن اليوم الظلّهم في ظلّ يوم لا ظلّ إلا ظلّ كما قال ربنا تبارك وتعالى وبينه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذن الحب في الله مرتبة عظيمة جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث عليها يجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوما ومعه أحد أصحابه فمر رجل فقال الجالس مع النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذا الرجل أنا أحبّه في الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته؟ قال لا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليه قم إليه فأخبره أنك تحبّه في الله فقام فصار خلفه فاستوقف وقال له إني أحبك في الله فاستبشر الرجل فرحا وقال له أحبك الله كما أحببتني فيه أحبك الله كما أحببتني فيه كما هو نص الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذن الحب في الله مرتبة كبيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم يوما يأخذ بيد معاذ بن جبل أرضان الله عليه ويقول له يا معاذ والله إني لأحبك يا معاذ والله إني لأحبك لك أن تتخيل مدى الفرحة ومدى الصرور الذي أتى إلى قلب معاذ عندما أمسك بيده النبي أو بمنكبه أمسك به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضمه إليه ويقول له يا معاذ يناديه بإسمه بحب أسمائه إليه والله إني لأحبك والله إني لأحبك لك أن تتخيل مدى الفرحة التي والسرور الذي غمر قلب معاذ رضوان الله عليه لما أتاه النبي فأخبره أنه يحبه في الله فقال معاذ مستبشرا متهللا وأنا والله يا رسول الله إني لأحبك في الله فقال لهم نبي صلى الله عليه وسلم إذن جمعت بينه وبين معاذ المحبة في الله إذن فهو يعلمه فقال يا معاذ لا تدعمنا دبر كل صلاة أن تقول اللهم نأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فما تركها معاذ من يقولها في دبر كل صلاة حتى مات لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضمه إليه وأخبره أنه يحبه وأوصاه بوصية فلما كانت المحبة بينه وبين خير البارية هي التي تجمع بينهما أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات معاذ هذا أبو بكر الخولاني لما كان في دمشق يقول دخلت المسجد الجامع في دمشق وإذا بفتن براق قد التفم ناس حوله لا يقطعون برأي إلا إن إذا صاروا إليه ويأخذون برأيه قال فقلت من هذا؟ قالوا هو معاذ صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما كانت الغدات جئت مبكرا فإذا هو قد سبقني فجئته وهو يصلي فانتظرت حتى فرغ من صلاته فلما فرغ من الصلاة أقبلت عليه وسلمت عليه وقلت له والله إني أحبك في الله فقال معاذ للخولاني أآ الله؟ قال أآ الله قال فكررها علي أآ الله؟ يعني يقسم علي يعني أنت في الحقيقة لا تحبني إلا لله؟ قال نعم قال فضمني إلي وقال أبشر أبشر فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجبت وجبت محبتي للمتحابين في أبشر فقد سمعت النبي يقول وجبت محبتي للمتحابين في وجبت محبتي للمتزاورين في والمتجالسين في وهم على منابر من النور يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة المتحابون المتحابين في جلال الله المرء إذا كان لا يجمعه بأخيه إلا الحب في الله النبيون يوم القيامة والشهداء والصدقون يغبطونهم يحسدونهم على المكانة التي يصلون إليها وهم على منابر من نور يوم القيامة كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يغبطهم الأنبياء والشهداء كما قال رسول الله ثم تلا قول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هم المتحابون في جلال الله ما جمعت بينهم دنيا وما كانت مصلحة مشتركة بينهم هي التي تجمعهم وتضمهم وتشملهم بل الحب في الله هو الغطاء بينهم وهو الذي يجمع بينهم حبهم في ربهم تبارك وتعالى فالحب في الله مرتبة كبيرة ومرتبة عظيمة دلنا عليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكان الحب في الله هو الذي يجمع النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه الكرام وكان حبهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم هو الذي يجمعهم به لذلك يقول معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يقول والله ما فرحنا بشيء ما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وفي حديث آخر يحشر المرء مع من أحب ما فرحنا بشيء بمثل فرحنا بهذا الحديث بهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب لأنهم من كانوا يحبون كانوا يحبون النبي كانوا يحبون أبا بكر كانوا يحبون عمر يحبون عثمان عليه لذلك كان يقول لما قال النبي هذا قال اللهم إني ما صنعته اللهم إني أشهدك اللهم إني أشهدك أني أحب أبا بكر وعمر وعثمان وعلي ولم أعمل بعملهما فاحشرني معهما بحبي إياهما لأن النبي قال المرء مع من أحب يحشر المرء مع من أحب فكان يقول أنا أحب رسول الله أنا أحب أبو بكر أحب عمر أحب عثمان أحب علي فاحشرني يا الله أجمعني يا الله مع هؤلاء بحبي إياهم لذلك لما أتى أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله إني لأحبك فأكون في أهلي فأذكرك وأكون في فراشي فأذكرك وفي منامي فأذكرك فما تقر لي عين حتى آتي إليك فأنظر إليك يا رسول الله ثم إني تذكرت مماتي ومماتك فأما أنت يا رسول الله إذا ما ميت فأنت في الفردوس الأعلى من الجنة وأما أنا فإن دخلت الجنة عجبت عنك يا رسول الله أنظر إلى ما كان يهمه وما كان يؤلمه والسبب الذي أتى من أجله إلى النبي حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو يحب النبي ويأتق اذكر النبي في كل حين وفي كل آل وما يقر له قرار حتى يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى وجه الرسول من حبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تذكر ما ماته فإذا ما مات ومات رسول الله فالنبي في الفردوس الأعلى من الجنة بلا شك وأما هو فيقول أنا وإن دخلت الجنة فمن أنا من رسول الله حتى أكون مع النبي في الجنة فهذا ما ينغص عليه حياته هذا ما يؤلمه أنه إذا ما دخل الجنة لن يكون مع من يحبه هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك وحسن أولئك رفيقا فأتهم نبي صلى الله عليه وسلم آت به وقال له أبشر أبشر أنت مع من تحب أبشر أنت مع من تحب ويا أصحاب يا من تحبون أصحاب المال أنت معه يا من تتصارعون وتتكابدون على أصحاب الجاه وإن كانوا هؤلاء أعصى خلق الله لله أبشر فأنت معهم يا من لم يكن لك حب إلا للفنان الفلاني أنت معه إن كان صالحا أو كان طالحا يا من لا تحب إلا فلان وفلان 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 أعصى الناس لرب الناس أبرز الناس بالمعاصي لرب الناس أبشر أنت وهو فأنتم في بوطقة واحدة وفي قارب واحد تحشرون سويا فالمرء مع من أحب انظر من تحب فمن تحب هو رفيقك ومن تحب هو خليلك إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوما أبا بكر وعمر وعثمان وعليه انظر إلى المحبة كيف كانت وكيف دامت بين هؤلاء رضوان الله عليهم أجمعين وصلوات ربي وسلام على خير خلق الله أجمعين أمسك النبي صلى الله عليه وسلم ببكر هو على يمينه فقال يا أبا بكر ما من أحد كان له عندنا يد إلا كافأناه إلا أنت فإني لا أستطيع مكافأتك في الدنيا فتركت مكافأتك لله أبا بكر لله ثم أقبل عن يساره على عمر ووضع يده على كتفه وقال له يا أبا حفص عمر بن الخطاب لقد كنت شديدا علينا يعني لما كنت في الجاهلية كنت شديد أتعبتنا يا أبا حفص وأنت في الجاهلية قبل إسلام فلما أسلمت عز الله بك الدين وثم وضع يديه صلى الله عليه وسلم اليد اليمنى على كتف أبي بكر واليد اليسرى على كتف عمر بن الخطاب رضوان الله عليهما ثم قال أنا وأنتما ندخل الجنة هكذا وضمهما إليه ندخل يعني أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما يدخلون الجنة هكذا صلوات ربي وسلامه عليه ثم قال يا عثمان قرب مني زوجتك ابنتاج فمات والله لو كان عندي ثالثة ما زوجتها ما زوجتها إلا لك يقوله العثمان لن تزوج الأولى فمات زوجهم نبي الثانية فقال من ناس إن عثمان يتزوج بنات رسول الله فيموت فقال لهم نبي والله لو كان عندي الثالثة ما زوجتها إلا لك قرب يا علي فقرب علي فقال له يا علي زوجتك فاطمة ووالله لو لم يخلق الله ما وجدت كفءا لفاطمة أحدا سواك يعني لا في الخلق أحد كفء لفاطمة إلا أنت يا علي وندخل الجنة جميعا هكذا بحبنا لله كانت المحبة لله وفي الله هي التي هي الرابط التي يربط بينهما في هذه الحياة الدنيا لا مال يجمع بينهم لا سلطان يجمع بينهم هذا هو حال الناس اليوم انظر إلى رجلين على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجلان فحابا في الله اجتمى عليه وافترق عليه وتنافس كان الحب بينهما في الله يدفعهما على التنافس في القرب وفي الطاعة الله تبارك وتعالى أنت من تحبه في الله إذا لم يكن لتعون على طاعة الله فليس بحبيب وليس بصديق وليس بخليل حبيبك الذي تحبه في الله من يعينك على طاعة الله من يذكرك بالله إذا نسيت من يأمرك بطاعة الله إذا غفلت هذا هو حبيبك ورفيقك هذا من تحبه في الله تبارك وتعالى رجلان تحبى في الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان الحب في الله هو الجامع بينهما فكان يتسابقان إلى الخير ويتدافعان إلى الخير حتى تمنى كل واحد منهما الشهادة كان يتسابقا في الخير حتى تمنى كل واحد منهما الشهادة قبل صاحبه فلما أتت المعركة وخرج مجاهدين في سبيل الله مات أحدهما كتل شهيدا والثاني أسر فلما أخذ المأسور وكان بين يدي الكافر أقبل عليه وقال له لقد رأيت اليوم منكم عجبا قال وما هو قال أتيت كنت واقفا أنت ورجل فأتيت إليكم على غفلة فضربته برمحي من ظهره فخرج من صدره فاندفع الدم من صدره فأخذ يجمع الدم بيديه ويجعله على وجهه ويقول فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة ماذا يقول وبأي شيء فاس الكافر يقول للمسلم لمن هو مأسور بأي شيء فاس من قتلت أخوك الذي قتلته يأخذ الدم ويجعله على وجهه ويقول فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة فقال المأسور للكافر صفه لي يعني صف لي هذا الرجل فوصفه له فلما وصفه له علم أنه أخاه الذي تآخى معه في الله على غير أرحام بينهم وتنافس في طاعة الله وتسابق على الشهادة في سبيل الله فلما وصف له علم أنه أخاه الذي تآخى معه في الله فبكى بكاء شديدا فقال الكافر للمأسور وأنت ما يبكيك لما تبكي؟ قال هذا أخي في الله تنافست أنا وهو على طاعة الله فما من خير صنعه إلا صنعته وما من معروف إلا وقد تسابقنا إليه وقد تنافسنا على أن ينال كل واحد مننا الشهادة قبل الآخر وأما هو فقد فاز والله بالجنة فقد فاز ورب الكعبة فقال الكافر ليه المأسور والله إن دينا إن دينا ليجمع بهذا الحب وبهذا الإخاء بين أبنائه لدين حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما؟ بسبب الحب في الله الحب في الله الذي جمعه بينه وبين أخيه الحب في الله الذي كان يجمع بينهما كان سبب في إسلام هذا الكافر بالله تبارك وتعالى فأين نحن اليوم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذه المحبة التي أمرنا بها ربنا والتي بيّنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أين نحن اليوم؟ من قول الله تبارك وتعالى الأخلاء يوم إذا يوم إذن بعضهم لبعض عدو إلا المتقيم الأخلاء الأصحاب الصديق وصديقه العاشق ومعشوقه كله كل من جمعت بينهما في الدنيا محبة كل من جمعت بينهما في الدنيا ألفة هم كل من جمعت بينهما في الدنيا محبة ووئام ووفاء وتسابق وتنافس في الحب يوم القيامة عداء إلا المتقيم الأخلاء الأصحاب الرفقاء العشاق كل من جتمع مع أخيه كلهم يوم القيامة أعداء إلا المتقيم من من كان حبه لأخيه لله وفي الله وفقط فقط هؤلاء من استسناهم الله تبارك وتعالى يوم القيامة من العداوة فقط لذلك الله تبارك وتعالى بيّن لنا مشهد من مشاهد يوم القيامة ويوم يعض الظالم على يدي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ليتني لم أتخذ فلانا صديقا ليتني لم أحبه ليتني لم أعرفه ليتني لم أسر خلفه يا ويلة ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إجاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا انظر كان يحبه في الدنيا كان رفيقه كان خليله كان صاحبه ومع ذلك يوم القيامة يقول يا ويلة ينادي يصرخ بأعلى صوته ليتني لم أتخذ فلانا خليلا كنت أحبه ليتني لم أحبه كنت أسير معه كنت أرافقه ليتني لم أرافقه لما لأنه أضلني عن الذكر ما كنت أحبه لله ولا في الله وما كانت محبته لي لا لله ولا في الله وإنما كانت الدنيا وفقة هي التي تجمع بيني وبينه وما جمعني وأياه حب في الله على الإطلاق لذلك يصرخ يوم القيامة بأعلى صوته كما بيّن لنا ربنا تبارك وتعالى انظر انظر فإذا كنت تحب اليوم صديقك لما لم تراجع نفسك لما أحبه هل من أجل ديناره ودرهمه أم من أجل مصلحة مشتركة بيني وبينه أم من أجل مقرب غرب مصلحة أريد أن أصل إليها ولا أستطيع أن أصل إليه إلا عن طريقه فأنا أظهر له المحبة والمودة وأعطيه وأمذل له وأحمي عليه وأأتي إليه بشوشاً كل ذلك من أجل المصلحة إن كان هذا هو الجامع بينك وبين أخيك فأنت وهو أعذاء يوم القيامة بين يدي الله تبارك وتعالى وأنت وهو يفر أحدكم بعضكم البعض تفرون من بعض وأما إن كانت المحبة لله وفي الله ليست من أجل دنيا ليست من أجل غرب الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله إذا ضار أخا في الله ليس لأي شيء لا لدنيا ولا لشيء فالله تبارك وتعالى يقول وعزتي وجلالي الله يقسم وعزتي وجلالي ليس له عندي من أجر إلا الجنة لما لأن حب لأخيه لأنه وصل أخيه أخاه لا من أجل دنيا وإنما كان من أجل الله فلذلك أقسم بالله تبارك وتعالى أنه ليس له عنده جزاء ولن يكافئه بشيء إلا بالجنة كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلماذا لا يكون هذا المعنى واضحا جليا عندنا اليوم لما لا تكن هذه الصورة واضحة والمحبة والألفة تجمع بيننا اليوم ولا الدنيا تجمع بيننا لقد كان على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأخرى يأتي إلى أخيه فيمد يده يمد يده في جيب أخيه فيأخذ ما يريد يأخذ ما يريد من غير أن يسأله لأن المال واحد مالهم واحد المحبة واحدة تعاطفهم ومحبتهم كالجسد الواحد في التواد وفي التعاطف وفي التراحم مثلهم كمثل الجسد الواحد كما قال النبي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عض تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم يأتي الرجل فأجل أن يستدين من أبي الدرداء فيبكي فظن من جاء يستدين منه ظن من جاء يستدين منه أنه ليس معه مال وأنه يبكي منه حياء وخجل هو أتى إليه يريد أن يستدين منه شيء من المال ماذا يحدث إما أن يعطيه أو يعتذر له ما حدث أنه بكى فلما بكى ظن أنه ليس معه مال فأقبل عليه معتذرا يتأسف يعتذر له إذن أنا تسببت لك في إحراج وهذا الإحراج وتسبب في بكائك فيعتذر له خلاصي أخي جزاك الله خيرا ولا أريد منك مال جزاك الله خيرا يكفي أنك بكيت من أجلي فقال لا والله إني معي وما أبكي إلا من أجل أمن طارقتك حتى تأتي أنت إلي يبكي لما يبكي لأنه لم يبادره هو يبكي لأنه لم يبادره هو ويعلم ويعلم قبل أن يأتي إليه أنه محتاج فيذهب هو إليه بالمال وبالعطاء انظر كيف كانت المحبة بين هؤلاء رضوان الله عليهم أجمعين كيف صاروا لأنهم صاروا لحمة واحدة جسد واحد رضوان الله عليهم أجمعين أما اليوم إذا ما كانت الدنيا هي الجامعة بين الناس وإذا ما كانت الدنيا هي التي تفرق بين الناس من كان ذا منصب إن زال عنه منصبه إن فضى الناس كل الناس من حوله لأنه أصبح من أصحاب السوابق المدير السابق الوزير السابق فلان السابق زال منصبه فزالت محبته زال عنه ماله زالت معه وانصرفت معه المحبة لماذا؟ لأن الحب لأن الحب لم يكن لله لأن الحب كان من أجل المال لأن الحب كان من أجل السلطان لذلك لما كان الأخ كان الرجل صديقا لصديقه اتنين كانوا أصدقاء غني وفقير كان الغني يحب أخاه الفقير في الله فكان يعطيه فضارت الأيام والأيام دول الله تبارك وتعالى يغني من يشاء ويفكر من يشاء يعطي من يشاء ويمنع عن من يشاء فبدل الحال أصبح الغني فقيراً والفقير غنياً من قبل كان الغني يحن على الفقير على أخيه الفقير ويعطيه فلما بدل الحال لما بدل الحال وأصبح الغني فقيراً والفقير غنياً ماذا صنع الفقير الذي صار إلى غناء كان إذا ما لقي أخاه أعرض عنه لأنه زال ماله وأصبح هو صاحب المال فأصبح يعرض عن أخيه الذي كان من قبل يعطيه فكان كلما رآه أعرض عنه فقال هذا الغني الذي صار إلى فقر قال له تراني مقبلاً تصد عني تراني مقبلاً فتصد عني كأن الله لم يخلق سواك سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقري يدوم ولا غناك سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقري يدوم ولا غناك الشافعي عليه الرحمة كان الربيع ابن سليمان كان يحبه جداً كان يحب الشافعي وكذلك كان الشافعي يحبه قلوب أرواح ألف الله تبارك وتعالى بينها هذه القلوب وتلك الأرواح ألف الله تبارك وتعالى بينها فكانت المحبة بينهما لله وفي الله لم يكن الشافعي ذا مال وما كان الربيع ذا مال وإنما كان الحب في الله هو الجامع المشترك بينهما محبة في الله فمرض الربيع فذهب الشافعي إليه من أجل أن يعود من أجل أن يزوره فلما زاره الشافعي حزن على أخيه الذي يحبه في الله تألم عليه تألم ألم نفسي عليه أنه مريض فمرض الشافعي لما ذهب إلى الربيع من أجل أن يزوره مريض هو أيضا وظل الشافعي مريض فلما شفيا لما برء الربيع شفيا من مرضه ذهب إلى الشافعي من أجل أن يعود فشفيا الشافعي برء الشافعي شفيا من مرضه فلما شفيا قال مريض الحبيب مريض الحبيب فعدته فمرضت من أسفي عليه مريض الحبيب فعدته فمرضت من أسفي عليه شفيا الحبيب فعادني فشفيت من نظري إليه رحمة الله عليهم أجمعين انظر إليهم كيف كانت المحبة بينهم لله وفي الله وهذا ما ينبغي عليه أن يكون كل مسلم أن تكون محبتك خالصة لله لا من أجل دنيا لا من أجل دنيا وإنما تحب لله تعطي لله تبغض لله تمنع لله تصل من أجل الله تقطع من أجل الله وأما إن كان من أجل غرض ذائل ومن أجل دنيا زائلة فهذا كله يكون سبب للعداوة بين الخلق وينبغي لمن أحببته أن تخبره أنك تحبه في الله من أحب أخاه أخا له فليخبره أنه يحبه في الله وهذا بين الرجل والرجل وبين المرأة والمرأة يعني لا تأتي إمرأة فتقول لرجل إني أحبك في الله كما تصنع بعض النساء مع المشاير فلا تأتي إمرأة فتقول لرجل إني أحبك في الله فهذا باب فتنة ولكن الرجل مع الرجل والمرأة مع المرأة إذا كان الرجل يحب أخاه فليخبره أنه يحبه في الله وإذا كانت المرأة تحب أختها فلتخبرها أنها تحبها في الله ولا يخبر الرجل المرأة ممن ليست له بمحرب أنه يحبها في الله فهذا باب فتنة وكذلك المرأة لا تخبر الرجل أنها تحبه في الله إلا إذا كان لها بمحرب حتى لا تفتح باب فتنة فهذا من باب إدخال السرور على المسلم أنك إذا أحببت إنسان أن تخبره أنك تحبه في الله كما أخبرنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فليكم الحب في الله هو الذي يجمعنا وأشهد الله أني أحبكم في الله وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا ELLA هم